مسألة الفساد، مسألة التقاوزات موجودة في كل العالم تقريباً بأشياء محدودة طبعاً في ظل وجود طبعاً رقابة، في ظل وجود مؤسسات رقابية، في ظل وجود قوانين ما يحدث أخي الكريم مع هذه العصابة أو هذه الجماعة أو هذه الطغمة أو هذه السلالة يعني شيء كارثي أعتقدنا ما يحدث شيء كارثي اليوم أن تتأخذ الإتاوات والسؤال هنا ما الذي ينعكس من هذه الإتاوات على المواطن اليمني؟ لا ينعكس شيء يعني في نهاية الأمر كله ينعكس على السيارة الفارهة والمواكب والمرافقين المسلحين والعقارات والطيرمانات لا ينعكس أي شيء على المواطن في النهاية وإن فرضنا أن هذا المواطن لا يدفع أنت تروح لصاحب بسطة لديه عربية يعني رأس ماله 5 ألف ريال أو 10 ألف ريال أو 8 ألف ريال ما الذي يمكن أن تستخرب من هذه العربية في نهاية الأمر؟ ثم لماذا هذه الفوضى؟ يعني هناك سندات في المولد النبوي، هناك سندات ضرائب، هناك واقبات هناك زكاة، هناك كل يوم مناسبات وكل هذا يأتي من ظهر المواطن إذن هذه فوضى بالنسبة لأحمد حامد رئيس الرئيس كما يسموه يعني هو واحد من هذه الشلة هذا في يوم الأيام ظهر في خطاب وقال منذ ثلاثة عين سبتمبر لم نقد مشروعا حيويا واحد داخل البلد هذا واحد يعني يليم يوظف أبناء أخته وأبناء أخوه وأولاده يعني هذا صورة من صورة الفساد التي تمثل عبد الملك الحوثي الذي يدعي النزاهة ويدعي أنه فوق الجميع نحن أمام كارثة حقيقية إذن هذه القيادات ما هي مؤهلاتها، ما هي رؤيتها سواء الوزراء الموجودين في الاتصالات والوزراء الموجودين في الآمن وفي القيش يعني كل هؤلاء فقط مواليد لعبد الملك الحوثي ليس لديهم أي رؤية إذن نحن أمام منظومة من الفساد المتكامل منظومة من الإفساد منظومة من تركيع المواطن ونهب المساعدات ونهب المقدرات ونهب المواطن يعني كل هذه المنظومة تشير إشارة واضحة إلى أن هذه الجماعة جماعة فوضوية جماعة لا يمكن أن يستمر الحال بهذه الطريقة أن تسكت الأصوات من خلال اعتقال المغردين اعتقال الذين يرفعون أصواتهم الناس قاعت لا يمكن أخي الكريم أن تسكت البطون القائعة يعني هذه جماعة فوضوية جماعة فاشلة في الحكم فاشلة في السياسة يعني غيرت مسميات المؤسسات أنهت على البنية التحتية اليوم البنية التحتية من الذي ينعكس من هذه الإرادات البنية التحتية شوارع محفرة طرقات الرئيسية محفرة طرقات مقطوعة حوادث كارثية إذن نحن وما مأساة حقيقة يعني لا يمكن أن نشخص هذه المأساة يعني كل شيء المعطيات والشواهد واضحة للعيان بأن هذه جماعة فوضوية جماعة دم جماعة موت يعني تفتح المقابر كل يوم سواء للحوادث سواء للقتلة ليس لديها أي رؤية للمستقبل هذا البلد ترجمة نانسي قنقر